رئيس مجلس الوزراء محمد شويع السوداني يوجه وزارة النقل بتسيير رحلات جوية مخفضة للعراقيين الراغبين بحضور بطولة كأس آسيا التي ستنطلق الشهر المقبل في قطر ممن لديهم البطاقات الرسمية المعتمدة من قبل منظم البطولة رئيس الوزراء يوجه وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب القطري من أجل تسهيل حصول تأشيرات دخولهم بطاقة هيئة الصحفي الدكتور عبنان لفتت في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا هناك أمور مخجلة في حقيقة الأمر وهي بعض اللاعبين العراقيين المزورين أعمارهم اليوم الإسباني خيسوس كاساس بات على معرفة جميع اللاعبين الذين أعمارهم غير حقيقية وهذا شيء مخجل للغاية المدرب أتى بطريقة لاعب جديدة ويريد أن يبني جيل جديد مقون من لاعبين صغار لكن اللاعبين الذي اختارهم وفق أعمارهم حسب المنتفق عليه أنهم صغار لكن عند الوصول إلى الاتحاد الأسيوي تبين أمر آخر وهو هذه الأعمار غير حقيقية على سبيل المثال لاعب محلي يحمل الموليد 2000 وهو في حقيقة الأمر 1994 وهذا أمر معيب جدا على اتحادنا وأكمل من الخطأ في بطولة أسيا المقبلة أن تركز البرامج التلفزيونية ومواقع التواصل وحتى بعض اللاعبين على مباراة اليابان وقوتها وطريقة حسمها الخطور بالموضوع أن نتجاهل أندونسيا وفيتنام وكأنها محصومة لنا وهذا غير صحيح ولا حتى متاح بسهولة وممكن أحدهم أو كلاهما يخطف نقاط المباراة من منتخبنا الوطني نفسيا وفنيا يجب أعداد المنتخب بشكل آخر بعيدا عن هذه التصورات والتحليلات بالبرامج ومواقع التواصل حتى لا نقع بالمحظور المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة حسام حسن الوزارة بحثت اليوم مع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر عبد العزيز يوسف لعبيدان إن كانية تسهيل مهمة توافد الجماهير العراقية إلى الدوحة لتشجيع المنتخب الوطني العبيدان ثمن اهتمام الحكومة العراقية بمشاركة المنتخب العراقي التي تعد من عوامل نجاح البطولة العبيدان أبدى استعداد الجانب القطري للتعاون وحرصه على تواجد الجماهير العراقية في بطولة كاس آسيا بعد الانطباع الجميل الذي تركته هذه الجماهير في لالمونديال قطر 2022 العبيدان أعرب عن استعداد السفارة للتواصل مع الجهات المختصة في بلاده لتسهيل مهمة الحصول على تأشيرات الدخول بالتمسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة خطوة مهمة أعلن عنها الإعلامي طه أبو رغيف مدير قناة الرابعة الرياضية حيث قال علينا التعاون مع شركة كي المالكة للقناة عن تسفير عددا من الجماهير العراقية لحضور كاس آسيا في قطر بالتقسيق خطوة ذكية وجميلة ستساهم بتواجد جمهور عراقي في البطولة وتساعد من يرغب بالسفر ومساندة المنتخب المنصق الإعلامي في الاتحاد السعودي لكرة القدم محمد إبراهيم في تصريح صحفي قائلا الجميع يعلم أن منتخب العراق يعاني من مشاكل واضحة في الخط الخلفي أرى أن الوصول إلى دور نصف نهائي في آسيا يعد أمرا مستحيلا وهذا لا يأتي حتى في أحلام العراقيين عليكم التحلي بالصبر وأن لا تحلموا أكبر من الواقع أن أغلب الأحلام هي خيال عليكم التحلي بالصبر وقبول الواقع المنتخب الياباني لا يهزمه حتى البرازيل والأرجنتين نحن استطعنا هزيمة بطل كأس العالم النسخة الماضية وهو المنتخب الأرجنتيني ونقول بطولة آسيا صعبة جدا علينا كيف المنتخب العراقي الذي لم يتأهل إلى كأس العالم عليه أن يفوز على اليابان وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى أستراليا ونحن هذا لا يحدث حتى في الأفلام الهندية تريث قليلا يا عراقيين وجهه المدرب سعد حافظ نصيحة إلى مدرب المنتخب العراقي الإسباني خيسوس كاساس بشأن اختياراته لخط هجوم منتخب المنتخب العراقي ويمتلك كاساس عدة خيارات في مركز الهجوم وأبرزهم مهاجم وينبلدون علي الحمادي ومهاجم القوة الجوية أيمن حسين ومهاجم الشرطة مهند علي وقال في حديث لموقع المستديرة الرياضية مستويات لاعب المنتخب العراقي متفاوتة وهناك عدد من الفوارق الفنية فيما بينهم وفي المقابل فإن كاساس مدرب واقعي وتصريحاته منطقية بشأن عدم ترشيح العراق للتتويج بلقب كأس آسيا وأعتقد بأن هذا التصريح سينعكس إيجابيا على لاعب المنتخب العراقي في كأس آسيا وأضاف سبب تأخر الإعلان عن القائمة النهائية يعود إلى الاختيارات الدقيقة للمدرب لأن كاساس في حيرة من أمره وهو يريد اختيارات واقعية كي لا تسلط عليه الضغوط من قبل الجمهور والإعلام وأردف المدرب العراقي كاساس يحظى بثقة الشارع العراقي وعليه أن يثق بنفسه وبطاقمه الفني المساعد أعتقد أن ثقة المدرب بنفسه ستتعزز من خلال الأداء وعدم الاهتمام بالإعلام ثم أضاف كاساس يجب أن يستمر بالعمل للتتويج بالألقاب وفيما يخص خط الهجوم قال حافظ محترف فريق وينبلدون الحمادي يجب منحه فرصة كاملة وأن يقود الهجوم في كأس آسيا كونه جاهزا والمهاجم الأكثر تميزا وعلى المدرب أن يقوم بهيكلة العملية التكتيكية والاستراتيجية الهجومية لخدمة اللاعب الذي أعتقد بأنه سينجح في كأس آسيا التي تعد محاكا حقيقيا للجميع يذكر أن المنتخب العراقي سيلعب في المجموعة الرابعة بكأس آسيا إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا قرر مدرب المنتخب العراقي الإسباني في سوس كاساس الاستعانة بمدافع مغترب على حساب مدافع آخر محلي في القائمة النهائية للمنتخب العراقي تمهيدا للمشاركة في كأس آسيا قطر 2023 ومن المتوقع أن يعلن كاساس عن القائمة النهائية لمنتخب العراق في غضون 48 ساعة المقبلة وقالت مصادر لموقع العراق إن مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس فضل الإبقاء على محترف فريق بورت التيلندي فرانس بوتروس على حساب مدافع الشرطة منافي يونس في القائمة النهائية لمنتخب للمنتخب العراقي في كأس آسيا قطر 2023 المقرر الإعلان عنها رسنيا قريبا وبيّن ذات المصدر أن كاساس اتخذ هذا القرار لأن منافي يونس عائد من الإصابة وفضل عليه فرانس بوتروس لأن هذا الأخير يمكنه اللعب في أكثر من مركز مثل مدافع أيمن وقلب دفاع في حال اللعب بخمسة لاعبين وهو ما يخطط له في مواجهة منتخبات مثل اليابان وكوريا الجنوبية حين يلجأ لخطة التحفظ الدفاعي وسبق للمدافع بوتروس ابن ثلاثون عاما أن لعب أحد عشر مباراة رسمية بقميص منتخب العراق كان أخرها مواجهة الأردن في بطولة عمان الرباعية الدولية